مع نهاية ديسمبر 2017 اندلعت انتفاضة شعبية في ايران حملت مطالب اقتصادية وسرعان ما تطورت مع بداية 2018 لمطالب سياسية مناهضة للنظام الايراني احدثت المظاهرات الايرانية ارباكا داخل النظام الايراني ولاقت ترحيبا لدى اوساط دولية مثل امريكا وقوى اقليمية مناوئة لايران مثل السعودية واليمن وفي الوقت نفسه افرحت كثيرا من مواطنية الدول العربية خصوصا التي دعمت فيها طهران ميليشيا مسلحة مثل اليمن ابدى اليمن فرحته بالاحداث الملتهبة في ايران واكد على لسان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان ما يحدث انتفاضة ايرانية تكشف حاجة الشعب الايراني لعيش بسلام مع شعوب المنطقة فالنظام الايراني انفق حسب تغريدات المخلافي في تويتر امواله على احلامه المجنونة عبر تصدير الخراب والدمار للمنطقة ما جعل الايرانيين وفق المخلافي يعيشون انخفاضا في مستواهم الاقتصادي عانى اليمن من تدخلات النظام الايراني وهي تدخلات ادت كما يقول وزير الخارجية الى اشعال حرب ما زالت قائمة عبر وكيلها جماعة الحوثي كانت ايران قد اعتبرت انقلاب سبتمبر 2014 الذي قام به المخلوع صالح وميليشيا الحوثي ثورة شعبية وصرح اكثر من مسؤول ايراني حينها بان صنعاء اضحت احدى عواصم ايران في الوقت الذي دعمت فيه ميليشيا الحوثي باسلحة وثقت منظمات اممية تفاصيلها وبالتزامن مع توجه امريكي وسعودي لدعم ما يحدث في ايران شدد اليمن على اهمية الوقوف مع الانتفاضة الايرانية مطالبا العالم باسنادها والاسغاء لما اسماه صوت الشعب الايراني المستضعف اشتركوا في القناة